ننتقل إلى هذه الصور المتداولة للغارات الإسرائيلية على محيط السيدة زينب في دمشق الآن اشتركوا في القناة هذه الصور التي نشاهدها معا على الشاشة هي لاستهداف الإسرائيلي قبل دقائق لمحيط مدينة دمشق قيل إنها في منطقة السيدة زينب بعض الوسائل الإعلامية تقول إنها استهداف لشقة سكنية لحزب الله في منطقة السيدة زينب أوقعت قتلة وجرحة حتى الآن هناك حديث عن ثلاثة قتلة على الأقل وعدد من المصابين في هذه الغارة التي ضربت منطقة السيدة زينب في محيط دمشق يقال إنه هناك استهداف لمنزل لحزب الله شقة سكنية لحزب الله في منطقة السيدة زينب في دمشق مع سقوط قتلة وجرحة حتى الآن هناك حديث عن ثلاثة قتلة عاد إلينا ضيفي من بيروت مونير ربيع تسمعوني الآن؟ نعم أتمنى أن يكون الصوت أفضل ونسمعك بشكل واضح نتحدث عن هذه المستجدات التي تريد الآن والصور التي نشاهدها معا على الشاشة استهداف لمنطقة السيدة زينب قيل إنه هناك استهداف لشقة سكنية لحزب الله وقتل ثلاثة حتى الآن ما تم الإعلان عنه هو سقوط جرحة يبدو أن هناك شخصية جديدة تم استهدافها برأيك سيد مونير؟ نعم بالتأكيد هي عملية اغتيال طريقة العملية والشقة المستهدفة توحي بأن هناك عملية رصد الشخصية معينة تم استهدافها على غرار عمليات الاغتيال التي نفذت في فترة سابقة في سوريا نعم إذن هذه هي المعلومات الأولية التي تريدنا الآن سقوط ثلاثة قتلة لم يتم الإعلان عنهم أو في حال كانت هذه الحصيلة الأخيرة في حصيلة أولية قيل أنه ثلاثة وعدد من الجرحة أذكر أن هذه الضربات في منطقة السيدة زينب في محيط دمشق طيب سيد مونير نعود إذن إلى ما كنا بدأنا الحديث فيه قبل انقطاع الاتصال عن تصريحات نتنياهو واعترافه بهذا الوقت أنه المسؤول عن تفجير البيجرز وكذلك مقتل نصر الله نعم كنت أربط الأمر بالتوقيت وبالهدف الهدف يريد نتنياهو أن يقول أنني أنا الوحيد صاحب القرار الذي وجه لحزب الله ضربة قوية بدءا من البيجرز وصولا إلى اغتيال نصر الله علما أن وزراء آخرين كانوا يعارضون ذلك هذا يندرج في السياق السياسي الذي يعمل عليه نتنياهو داخل إسرائيل لتتويج نفسه كملك ملوك إسرائيل بالتوقيت جاء هذا الإعلان أو هذا الاعتراف بالتزامن مع الحديث عن تجدد الوساطة الأمريكية أو عن ترقب لوساطة جديدة يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار وهذا الكلام يشير إلى أن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار أولا ثانيا عندما يتبنى مثل عملية سبيتجرز هذه العملية قد تنطوي على جريمة حرب لأنها استهدفت كم كبير من الأشخاص في المناطق المدنية وفي كل الأحياء السكنية أو الأسواق أو المتاجر هذه لم تكن عملية مركزة بغض النظر عن كيف يصفها نتنياهو أو في أي سياق يضعها ثالثا يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح نتنياهو بأنه تواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث مرات في الأيام القليلة الماضية وأن وجهات النظر متطابقة حول التهديد الإيراني بذلك أيضا يتعمد نتنياهو ضرب كل الرهانات التي تتحدث عن أن ترامب أعطى إشارات أو ضوء أخضر لإدارة بايدن في سبيل الوصول إلى وقف لإطلاق النار وأن ترامب سيكون متعاطيا بسهولة وبسلاسة مع إيران في المرحلة المقبلة نتنياهو يبدد كل هذه الأجواء وإذا ما عطفنا هذا التصريح على العمليات الإسرائيلية اليوم والتي تحتوي على مجازر كبيرة ارتكبها الإسرائيليون في الجنوب وفي البقاء فهذا مؤشر على استمرار التصعيد وليس على الاتجاه نحو اتفاق لوقف إطلاق النار الإعلام الإسرائيلي في هذه اللحظات يعمل على تسريب أجواء حول طروط الإسرائيلية أو البنود المتعلقة بالاتفاق عن انتهاء العملية البرية كذلك الثالثة عشرة صحيح ولكن هذا له تفسير آخر سأشرحه ولكن قبل ذلك لو تسمحين أن أقول هذه الملاحظة أن الاتفاق الذي يسربه الإسرائيليون هو اتفاق جانبي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يمكن للبنان أن يقبل به خصوصا بما يتعلق بحرية الحركة البرية والبحرية والجوية للإسرائيليين وضرب حزب الله لمنعه من إعادة تشكيل بنيته العسكرية أما بما يتعلق بالعملية البرية عندما عملت الحكومة الإسرائيلية على ضم مسألة إعادة سكان الشمال إلى هدف من أهداف الحرب أو كهدف من أهداف الحرب تم تحديد العملية أو المرحلة الأولى من العملية البرية بمسافة ثلاثة كيلومترات عمق في الداخل اللبناني الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي يعتبر نفسه أنه عمل على تفخيخ وتفجير وترميد كل هذه القرى التي تمتد على مسافة بعمق ثلاثة كيلومتر لذلك هم يعتبرون أو الجيش الإسرائيلي عمل على رفع تقرير إلى الحكومة بأن المهمة التي كلف بها تم إنجازها والآن القرار للحكومة إذا ما كانت ستوقف العمليات البرية أم ستطلب من الجيش توسيع نطاق هذه العملية البرية ليشمل مساحة أو مسافة عمق ثمينة كيلومتر أو ما بين ثمينة وعشرة كيلومتر قد يكون هناك انفجار في بيروت أو ربما خرق لجدار الصوت في هذه اللحظة بكل الأحوال الآن المسألة لدى الإسرائيليين وما سيقرره الحكومة الإسرائيلية بشأن العملية البرية هذا لا يعني أن العمليات الجوية ستتوقف مصلحة نتنياهو أن يستفيد من كل هذا التوقيث المتبقي لإدارة بايدن وقبل أن يتسلم ترامب لتنفيذ المزيد من الضربات والعمليات العسكرية لأجل الوصول إلى فرض أمر واقع عسكري وهذا ما يقوله اليوم وزير الأمن الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس بأنهم يريدون تغيير الوقائع العسكرية والأمنية وربما السياسية في لبنان وهذا أمر يحتاج إلى حرب طويلة المسألة المتعلقة بالحرب الإبارية مختلفة عن استمرار العمليات الجوية الإسرائيلية شكرا جزيلا لك من بيروت الصحفي منير الربيع كنت معنا وينضم إلينا العقيد فايز الأسمر محل العسكري من غازي عنتاب عقيد فايز تعليقك على الضربة الإسرائيلية التي نشاهدها الآن على الشاشة قيل أن هناك استهداف لمبنى سكني أو شقة سكنية في منطقة السيدة زينب في دمشق حتى الآن هناك حديث عن ثلاثة قتلى وجرحة لم يتم تحديد حصيلة نهائية حتى الآن تعليقك على هذا الاستهداف مساء الخير أستاذ يارى يعني هو ليس بجديد هناك استهدافات عديدة منذ سنوات وخاصة بعد حرب غزة وبعد الحرب التي أعلنتها أعلنتها إسرائيل على حزب الله ازادت فعلا الغارات أصبحت قيادات حزب الله إن كان في سوريا أو في لبنانية ملاحقة خطوط الإمداد مغلقة نهائيا لن تسمح إسرائيل بمرور أي شحنة أسلحة باتجاه الداخل اللبناني الحدود السورية اللبنانية مغلقة تماما يتم قصف تقريبا شبه يومي للمعابر الحدودية النظامية وغير النظامية ملاحقة كافة قيادات حزب الله بالتأكيد للأسف أستاذ يارى القيادات حزب الله والقيادات الإيرانية تتخذ من المدنيين ومن الأحياء المدنية حقيقة مقرا لإجتماعاتهم ولمخازن أسلحاتهم كما يحدث في لبنان إذن هي تتخذ من السكان المدنيين يعني تتخذ منهم دروعا بشرية للأسف في كل المناطق لاحظنا استهدافات في المسجد كثيرة استهدافات في السيد زينب كثيرة ضمن الأحياء المدنية هناك إذن معرفة تامة لإسرائيل بهذه الاجتماعات بالتأكيد هناك عملاء أرضيين يوصلون المعلومات السريعة والقاطفة إلى إسرائيل وإسرائيل دون أي حقيقة أي تأخير تقوم باستهداف هذه القيادات أو هذه الأهداف الهامة هذا هو الذي يحدث بالتأكيد إسرائيل الماضية بمراقبة الأراضي السورية دائما 24 ساعة على 24 ساعة لن تشمح مثل ما قنا بأي اجتماعات تهدد أمنها القومية يتعتبر كافة تحركات حزب الله والميليشيات الإيرانية في الداخل السوري هي تهديدا لأمنها القومية وبالتالي قد يكون هذا الاستهداف هو لأحد قادة حزب الله بالتأكيد لأنه قالوا أنه منزل إسرائيل ما بتروح صاروخ حقه حقه نص مليون ليرا أو مئتي ألف دولار على هدف فارغ هي بالتأكيد تستهدف أهداف هامة هناك كم كبير من بنك المعلومات ومن بنك الأهداف التي لدى إسرائيل والذي يتحرك يوميا على الساحة السورية ولكنها هي بالتأكيد تستهدف الأهداف الأكثر أهمية أهداف الأفضاليات الأولى وبالتالي من الممكن أن يكون هي قيادات لحزب الله أو قيادات إيرانية في هذا الاستهدام إذن قيل أنه هذا المنزل السكني هو لأحد عناصر حزب الله كما ذكرنا قبل قليل هذا المنزل في السيدة زينب في محيط دمشق استهدف شقة سكنية لحزب الله قيل أنه أيضا استهدف مبنى سكني وسقط فيه ثلاثة قتلة وبعض الجرحة لم يتم تحديد أرقام دقيقة أو حصيلة نهائية إذن حتى الآن عقيد فايز يعني هل ستبقى الضربات الإسرائيلية في سوريا بذات الإطار كنا تحدثنا في الساعة الأولى مع أيضا محل العسكري قال أنه سألته إن كان هناك فعلا خطة لإسرائيل ليكون هناك تصعيد أكبر أو أهداف واسعة النطاق في سوريا أم ستبقى الاستهدافات منوطة بهذه الضربات التي تستهدف شخصيات بعينها بالتأكيد هذا يتوقف على ردود الفعل ردود فعل الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله من الداخل السوري بالتأكيد الآن الأسد للأسف هو يختبئ في قصره هو لا يسيطر على القرارات الموجودة على الأراضي السورية إن كان السياسية أو العسكرية هو يقوم ببعض الضغط حقيقة ومن ورائه روسيا روسيا تقوم بالضغط على ميليشيات إيران وميليشيات حزب الله في الداخل السوري من أجل عدم استخدام الأراضي السورية للرد على إسرائيل أن تكون منطلقات الأراضي السورية لقصف الداخل الإسرائيلي وبالتالي سيكون هناك حرب مفتوحة من قبل إسرائيل وخاصة أنها هددت النظام السوري واليوم هي من ضمن الأهداف التي وضعتها لوقف الحرب على لبنان من ضمن الأهداف والشروط هو أن نظام بشار الأسد هو مسؤول عن كل أي نقل للأسلحة إلى الداخل اللبناني بالتأكيد السماء السورية مستباحة كما الأراضي السورية أستاذا هي مستباحة عندما أقامت حقيقة الإسرائيل بأكثر من ساعة ونصف في منطقة مصياف بإنزال جوي والقيام بأعمال أكثر من ساعة ونصف فخقت مقرات للتصنيع العسكري في مصياف وأيضا قامت منذ أكثر من شهر بعملية إنزال جوي في الداخل السوري على بعد أربعين كيلومتر من الجبهة وللأسف لم نسمع بهذا من النظام السوري الذي يتغنى دائما بالسيادة الوطنية التي اخترقت عشرات الآلاف من المرات حقيقة ضمن السنوات العشر السابقة شكرا جزيلا لك العقيد فايز الأسمر محل العسكري كنت معنا من غازي عنتاب شكرا جزيلا لك